المترجم للقناة 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 بسم الله الرحمن الرحيم أما قبله فالشكر موصول في طبيعة الحال إلى بيت الزبير لتنظيم هذا الملتقى المهم لجهة وقته وموضوعه أما بعده فعنوان هذه المداخلة ومدارها حول ملامح التجديد الفلسفي في مدرسة الشيخ مصطفى عبد الرازق وأبدوها بالقول في عالم الإسلام كما لاحظ جاك بيرك ينقسم كثير من المثقفين والمناضلين بين أنصار المصير بلا أصيل وأنصار الأصيل بلا مصير ولعل ذلك ما دفع فيلسوف الإسلام محمد إقبال لأن يؤكد أن المثالية والواقع في الإسلام ليست قوتين متنافرتين يستحيل التوفيق بينهما فحياة المثل الأعلى بحد ذاته لا تتحقق بالانفصال الكامل عن الواقع مما قد يؤدي إلى تناقضات أليمة ولكنها تتحقق في جهد المثل الأعلى من أجل استيعاب الواقع ودمجه في ذاته على أن ثم تطياراً سالساً جمع بين أصالة التراث الإسلامي الأصيل من جهة وحداثة أصحاب المعاصرة من جهة أخرى فقدم رؤيته النقدية وخلف بصمته الزاتية في مقاربة علوم التراث والحداثة في آن المعان وضمن هذا الصياق تتنزل المداخلة التي تتغيى بدورها الإبانة عن جهود الشيخ مصطفى عبد الرازق في التجديد الفلسفي على وجه الخصوص وما يتعلق بمستقبل الفلسفة الإسلامية في ظل النمو المتعاظم لسؤال الدين والمجال العام في فضاءات الفكر الغربي المعاصر والحال أن التساؤل عن مستقبل الفلسفة بشكل عام في عوالم ما بعد الحداسة والعولمة يعبر في جوهره عن قلق أكبر إزاء حدود العقل في الأزمنة الحديثة في سياق تنامي النزعات المبشرة بموت الفلسفة حيناً ونهاية التاريخ حيناً آخر بعد أن قضت الثورة العلمية التقنية أو كاد الذكاء الاصطناعي أن يفعل على كل مساحة في جغرافيا العقل إن صح التعبير كان للفلسفة دور وحيد أو بارز فيها على مر العصور فهل تخلت أم العلوم طوعاً أو كرهاً عن أرضية إبداعاتها بحيث لم يبق لها إلا التفكير في ما هو ورائي وغيبي وإلى أي مدى وحد يمكن للفلسفة الإسلامية اليوم أن تسهم في تطور الوعي الفلسفي المعاصر الذي بات يتبلور شيئاً فشيئاً مع تنامي المخاوف من سيطرة التقنية على المستقبل الإنساني من هنا تتأتى أهمية وفرادة طرح صاحب التمهيد تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية الذي أماط اللسام عن جدلية العلاقة بين الدين والفلسفة العقل والنقل بوصفها ظاهرة أعم وصفها جزءاً من ظاهرة أعم وأشمل ألا وهي جدلية الأصالة والمعاصرة تلك التي شغلت حيزاً كبيراً من جهد وتفكير تلامزة الشيخ وصفة عبد الرازق في العقود الثالث والرابع والخامس من القرن الماضي فقد فهم هؤلاء الرواد الفلسفة الإسلامية باعتبارها التعبير النهائي المتجدد لأمة الإسلام مثلما فهم الحياة الروحية بوصفها تحقيقاً أمثل للعقيدة الإسلامية الخالصة الجامعة بين الروح والعقل في آن معاً وباعتبارها أيضاً الممثل الأصيل لمبحث الأخلاق في الإسلام وقدم منطورقتي عناصر سلاسة يبحث أولها محددات التفلسف والتطور الذي لحق بها محددات التفلسف أعني من معرفة المبادئ والكليات إلى إبداع المفاهيم ويرصد سامنيها ملامح التجديد الفلسفي في مدرسة الفيلسوف المعمم الشيخ مصطفى عبد الرازق الذي كان شيخاً للأزهر لجهة ما سميته مآلات التناظر بين العقل الفلسفي والتفكير الديني فيما يقارب ثالثها أوجه الإبداع التي يمكن للفلسفة الإسلامية المعاصرة أن تسهم به في تطور المتن الفلسفي العالمي راهناً ومستقبلاً وسوف أتجاوز الحديث عن العنصر الأول الذي كشف باختصار شديد عن مقاربة الفيلسوف الفرنسي المعاصر جيل دولوز للفلسفة بوصفها إبداعاً للمفاهيم وليس باعتبارها معرفة للمبادئ الأولية أو الكليات بحسب ما كان متعارفاً عليه في التراث الإغريقي الأرسطي إذ انتهيت في ختام هذا القصر إلى تقرير أنه بغض النظر عما إذا كان موضوع الفلسفة يتعلق بالمبادئ الأولى أم بإبداع المفاهيم يتبقى للفلسفة الإسلامية حضورها الفعال والمبدع في المجالين معاً فالمتأمل في جوهر الفلسفة الإسلامية بشكل عام تترسخ لديه القناعة التامة بأنها ليست إلا إبداعاً خادصاً ومحضاً للمفاهيم فإذا كان فعل التفلسفي ينكشف كإمكانية إبداعية لنظام والمعنى فقد دل المفكر الإسلام على اختلاف مشاربهم على أصالة منازعهم بالرجوع إلى الكتاب والسنة من جهة وإعمال العقل في تدبر النص الإلهي المقدس من جهة أخرى وقد تبلور ذلك قبل احتكاك المسلمين بالتراص الإغريقي على نحو ما كشف الشيخ مصطفى عبد الرازق في تضاعيف وأعطى في كتابه تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية وأول ما نبدأ به هو وضع كتاب التمهيد ضمن السياق التاريخي الذي ظهر فيه لجهة المؤلفات التي سبقت أو عرضت إما لتاريخ الفلسفة الإسلامية بشكل عام وإما للرد على مزاعم المستشرقين الذين نزعوا عن الفلسفة الإسلامية كل أصالة ممكنة وفي مقدمة الكتابات التي سبقت بطبيعة الحال أعمال مصطفى عبد الرازق هي أعمال شيخه الإمام المجدد محمد عبد خاصة تلك التي رد فيها على مزاعم كل من إرنست رينان وهانوتو وكذلك أيضا رده على فرح أنطون في بحسه عن ابن رشد وفلسفته وزعمه فرح أنطون أعني أن المسيحية كانت أكثر تسامحاً مع العلم والعلماء من الإسلام ورسالة التوحيد التي بحث فيها الإمام محمد عبد أهم القضايا الكلامية وفي السياق ذاته الردود أعني يقع كتاب علي يوسف الرد على الرينان الذي صدر عن دار الأداب سنة 1908 وهو عبارة عن ترجمة لنص رينان مع تعليقات عليه تعليقات نقدية حول مقربة رينان وكذلك العديد من الكتب الأخرى مثل كتاب محمد لطفي جمعة تاريخ فلاسفة الإسلام الذي طبع للمرة الأولى عام 1924 لكن هذا الكتاب في الحقيقة ليس تاريخاً للفلسفة بقدر ما هو عرض لتراجم بعض فلاسفة الإسلام من الكندي وحتى مسكوي ثم أيضاً من المؤلفات التي تتقاطع مع كتاب تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية مؤلفات الأستاذ أحمد أمين فجر الإسلام عام 29 وضح الإسلام بأجزائه السلاسة 36 وظهر الإسلام أما مؤلفة يوم الإسلام ظهر لاحقاً عام 52 أي بعد كتاب التمهيد ومن المعلوم طبعاً أن أحمد أمين كتبه كانت أقرب ما تكون إلى التاريخ لحالة الإسلام العامة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وفكرياً فضلاً عن تأثره الواضح ووقوعي أيضاً في فخ الاستشراك لكن الكتاب الذي يتقاطع أو سبق كتاب التمهيد ويتقاطع معه في الرؤية وفي المنهج وفي الموضوع وكتاب الشيخ المجدد أيضاً عبد المتعال الصعيدي الوسيط في تاريخ الفلسفة وهو في الأصل عبارة عن مقالات نشرها في مجلة الأزهر الشريف وظهر اتباعاً خلال عقد السلاسينيات تناول فيها تاريخ الفلسفة وأهم مباحثها وأشهر أعلامها إلى آخرهم فالاشتراك بينهما في أمرين التمييز بين المباحث الفلسفية الأصلية يعني فلسفة المسلمين التي تعبر عن الفكر الإسلامي الخالص قبل احتكاك المسلمين بالتراس اليوناني والفلسفة الإسلامية المتمثلة في الينابيع الفكرية المختلفة التي أخذت من الإسلام وتأثرت أيضاً بروافد أخرى غير إسلامية وهو ما عبر عنه الصعيدي بعنوان فرعي داخل الكتاب هو الفلسفة الإسلامية الداخلية والخارجية أما الظروف التي دفعت الشيخ مصطفى عبد الرازق إلى كتابة التمهيد الذي صدر عام 1944 فمن المعلوم أن مصطفى عبد الرازق لم يكن يميل إلى كتابة الكتب بشكل مباشر وإنما كان يجمع ما لديه من محاضرات سواء كانت دراسية أو في ندوات وفعاليات ويضمها بين دفتي كتاب وهو صرح بذلك في مقدمة كتابه أنه كان أيام اشتغاله بالفلسفة وبالمناسبة مصطفى عبد الرازق هو أول أستاذ للفلسفة الإسلامية في العالم العربي لأن قسم الفلسفة في جامعة فؤاد الأول التي صارت من بعد الجامعة المصرية لما أسس كان جميع الذين يدرسون فيه مستشرقون من فرنسا ومن إيطاليا وغيرها فهو كان أول أستاذ يعمل من غير الأجانب أو المستشرقين إذا عمل أستاذا مساعدا للفلسفة في الجامعة عام 1927 وبالتالي يقول ودونت فيها أي في تاريخ الفلسفة صحفا طويتها على غرها تركها كما هي منذ طرقت الجامعة في صدر 1939 لأنه عين وزيرا للأوقاف وأيضا كان أول أزهري يعين وزيرا للأوقاف قبل هذا التاريخ كانت وزارة الأوقاف تسند إلى أشخاص ليس لهم علاقة بالأزهر كان منصبا مدنيا أشبه بالمنصب المدني تولى الوزارة سمان مرات أولها كان 1938 وتولى مشيخة الأزهر سنة 45 وصرفتني الشواغل عنها واليوم أعود إلى هذه الصحف لأنشرها كما هي بصورتها يوم أن كتبت من غير تنقيح ولا تعديل وفي صيغتها التعليمية انتهى الاقتباس ويترتب على ذلك مجموعة من الأمور أولها أن تاريخ كتابة هذه المحاضرات يعود إلى ما قبل عام 39 العام الذي ترك فيه الجامعة المصرية وتحديدا ما بين 27 و39 الثاني إذا أخذنا في الاعتبار كونها نشرت للمرة الأولى سنة 1944 فذلك يعني تمسك مؤلفها بما جاء فيها وعدم عدوله عن شيء من ذلك الحين إلى حين وفاته رحمه الله سنة 1947 الثالث أنها تكشف أيضا عن طريقته في التعليم منهجه في التعليم الذي أكد فيه كما قال في الكتاب حاجة الطلاب إلى مراجعة النصوص الكثيرة وحسن التدبر والفهم للأساليب المتفاوتة مما يعكس منهجا خاصا تميز به وهو المنهج بالمناسبة الذي نفتقده اليوم تعامل الطالب أو الدارس مع النصوص بشكل مباشر ومن الغريب مثلا عندما كنت أدرس في جماعة عين الشمس كان هناك مادة تسمى نصوص فلسفية بلغات أجنبية لم تكن هذه النصوص عبارة عن كتب تحكي عن تاريخ الفلسفة لأنها كانت نصوصا فلسفية لفلسفة ما بين يونانيين وما بين غربيين حدثين بينما النصوص الفلسفية الإسلامية لم تكن تدرس على هذا الحد كما كان يفعل الشيخ مصطفى عبد الرازق كان الأستاذ أو الدكتور يضع كتابا يؤرخ فيه وبالتالي هو محكوم بنظراته الخاصة والطالب أو الدارس لا يتعامل بشكل مباشر مع النصوص ومن هنا جاء الضعف الذي ساد في الدرس الفلسفي في السياق هذا رزحت الفلسفة الإسلامية طويلا تحت نير أحكام المستشرقين المتعصبين لجنسهم الآري طارة كما هو الشأن عند إرنسترينان في كتابيه ابن رشد ومذهبه وتاريخ اللغات السامية أو للعقيدة المسيحية طارة أخرى كما هو الحال بالنسبة لتنمن المستشرق الألماني في كتابه المختصر في تاريخ الفلسفة وفيكتور كوزان في محاضراته التي ألقاها عن تاريخ الفلسفة في جامعة باريس وإلى الآن ما زال هناك العديد من الكتب التي تعنى بتاريخ الفلسفة من اليونان إلى الآن ويتم تجاهل الحلقة المتعلقة بالفلسفة الإسلامية فيقفز المؤلف الغربي من التراث الإغريقي مباشرة إلى الفكر الغربي المعاصر وكأن تلك الحقبة التاريخية التي أبدع فيها المسلمون أولاً حافظوا على تراث اليونان لو لا عناية المسلمين بالتراث الفلسفي اليوناني لكان ذهب أدراج الرياح ثم أنهم تعاملوا معه بنظرة نقضية لم يأخذوه كما هو ويسلموا به بل بالعقل أبدعوا العديد من النظريات الفلسفية وكان لديهم جانب يتعلق بالتوفيق بين الدين والفلسفة فضلاً عن نظرات متعلقة بالنفس والعقل وإلى آخرهم فشاع إبان القرن التاسع عشر القول بأن الفلسفة اليونانية وهي الأساس للفلسفة الإسلامية بزعمهم تعتبر أسمى ما وصلت إليه العقلية الآرية في التفكير وإن الإسلام هو خير ما خلفت العقلية السامية للإنسانية من تراث وأنضج ثمراتها وإن بين هاتين العقليتين تعارضاً حاداً حيناً وغير حاد حيناً آخر في جميع ما تعرفنا عليه من نظم وعادات وتقاليد ونظراً لهيمنة الاتجاهات الاستشراكية في تلك الحقبة لأن معرفة المسلمين بالتراث ما زالت في أولها الأعمال التراثية بشكل عام ليست فقط الفلسفية لم تكن أصلاً ظهرت إلى الوجود وإنما كان المستشاركونهم أول من حققوا هذه الكتب نظراً لهيمنة هذه الاتجاهات الاستشراكية فقد سادت تلك الأحكام المجافية للواقع مدة طويلة بحيث أصبحت الفلسفة الإسلامية مجرد عكاس باهة لفلسفة اليونان كما أصبح التصوف الإسلامي بدوره مجرد محاكاة دينية للرهبنة المسيحية ليس هذا فحز بل أصبح الإسلام نفسه ديناً وثقافةً وحضارةً حقلاً معرفياً تتجلى فيه مجموعة من العقائد اليهودية والمسيحية وغيرها لذلك الكتب التي صدرت عن أتباع أو تلامذة الشيخ مصطفى عبد الرزق كانت معنية بهذا الرد تم تجاوز طبعاً هذه الأحكام والنقول على سبيل المثال في الكتاب أبو الوفى الغنيم التفتزاني مدخل إلى التصوف الإسلامي في شقه الأول بساحة كبيرة يعرض فيها لوجهات النظر التي كانت ترجع التصوف الإسلامي إلى أصول وروافد ومسيحية طارة ويهودية طارة وغيرهما طارةً أخرى الآن تم تجاوز هذه وجهات النظر هكذا إذن أتى على الفلسفة الإسلامية حين من الدهر ظلت فيه حكراً على كلام وأحكام جموع المستشركين الذين تناولوها بالدرس والنشر والتحقيق لدرجة شكلت معها دراساتهم الإطار العام الذي دارت فيه موضوعاتها وبرز فيه بعض أعلامها دون البعض الآخر وجرى فيه تقييم واسع لمعظم تصنيفاتها وتبعاً لذلك صار أغلب الباحثين العرب في تلك الفترة بحسب المخطط الذي اتبعه دي بور على سبيل المثال في كتابه تاريخ الفلسفة في الإسلام على أن دراسة الفلسفة الإسلامية لم تسلم بدورها من أحكام اتجاه آخر كان أكثر تشدتاً لجهة النظر إليها بميزان الدين ففي حين قصد الباحثون الغربيون من وراء دراستها استخلاص عناصر أجنبية فيها ليرضوها إلى مصدر غير عربي ولا إسلامي اقتصر الباحثون الإسلاميون في دراستها على بيان مدى اتفاقها أو اختلافها مع أحكام الدين ناهيك من العناية بتكوين منهج تاريخي فيها وهذا الاتجاه كما نعلم يعد امتداداً لمواقف العديد من الفقهاء الذين ناصبوا الفلسفة والمنطقة وعلم الكلام والتصوف العداء فأصدروا العديد من الفتاوى التي تحرم النظر والاشتغال بتلك العلوم ضمن هذا السياق يمكن أن نتفهم محاولة الشيخ مصطفى عبد الرازق بيان أصالة الفلسفة الإسلامية إذ وضع كتابه التمهيد ضمن إطار ما يمكن أن نسميه عقلانية القرن التاسع عشر وطيف رينان أمامه ولذلك بدأه بضحض ما زعمه الأخير من أن الفلسفة الإسلامية لم تكن إسلامية ولا عربية بأي معنى جوهري ثم أخذ في تأكيد المركز الرفيع الذي احتله العقل في الإسلام وحاول إثبات ذلك بتحليل علمي لمكانة الرأي في الفقه الإسلامي مع التوسع في معناه بقدر ما يستطاع من دون تحوير ولا تشوي وعلى الرغم من تأثر الشيخ مصطفى عبد الرازق الذي بعد أن أنهى دراسته في الأزهر زهب ليدرس في السربون ثم انتقل إلى جامعة اليون ليحصل منها على درجة الدكتوراه عن الإمام الشافعي على الرغم من تأثره بالغربيين والمناهج الغربية فإنه بقي منضبطا بإحساسه بما هو الإسلام بالفعل وبما كان عليه من قبل وبذلك تتقاطع جهوده مع أستاذه الإمام محمد عبد الذي سبق أن أعلن عن منهجه في الإصلاح والتجديد بالقول وقد خالفت في الدعوة إليه أي التجديد رأي الفئتين العظيمتين اللتين يتركب منهما جسم الأمة طلاب علوم الدين ومن على شاكلتهم وطلاب فدون العصر ومن هو في ناحيتهم إذن هو يبحث عن اتجاه سالس يتجاوز به هذين الاتجاهين وإذا كان الإمام محمد عبد خالف أستاذه الأفغاني في آلية النهود جمال الدين الأفغاني أعني فإن مصطفى عبد الرازق يعد أكثر روادي تلك المدرسة إخلاصاً ووفاءاً وشبهاً بأستاذه الإمام الذي صرح أيضاً الإمام محمد عبد بالقول وارتفع صوتي بالدعوة إلى أمرين عظيمين الأول تحرير الفكر من قيد التقليد وفهم الدين على طريقة السلف الأمة قبل ظهور الخلاف والثاني هو إصلاح أساليب اللغة العربية لجهة التحرير كذلك الحال بالنسبة للشيخ مصطفى عبد الرازق الذي شرع في تلمث عناصر النظر العقلي الإسلامي في سازاجته الأولى بحسب تعبيره وتتبع مدارجه خلال العثور اللاحقة للوقوف على مدى تقدمه منتهياً في الأخير إلى تأكيد التأكيد بأن المسلمين الذين استجابوا لداعي إعمال العقل والفكر وأقبلوا على الاجتهاد في مجال الفروع أو الأحكام ما لبثوا أن تكونت لديهم عناصر علم إسلامي أصيل ألا وهو علم أصول الفقه الذي هو في الأساس علم فلسفي يعد جزءاً أساسياً من أجزاء الفلسفة الإسلامية وكما أن الإمام محمد عبد اشتابك مع غيره من الغربيين في جدال حول مسألة التوفيق بين الدين والعلم كذلك أيضاً اشتغل الشايف عبد الرازق بالجدال معهم في شأن الفلسفة في الإسلام إلى غير ذلك من المسائل المشتركة التي فصلتها في أعطاف كتابي التجديد الفلسفي في زمن النهضة الفاعلون والسياق كان طبيعياً إذن في ظل هذا السياق التاريخي أن يصدر عن رواد النهضة العربية الحديثة ردود أفعال قوية ومناهضة لهذا الموقف المتحامل تسعى في مجملها إلى إثبات أصالة الفلسفة في الإسلام سواء من خلال بحث القضايا الفلسفية وبيان مواطن الابتكار فيها أو تسليط الضوء على أعلام تلك الفلسفة ورموزها تاريخياً اللافت في هذا النظر والغريب يعني مما يعد من مكر الزمان أن الذين قاموا بمحاولات التأصيل والرد على المستشرقين هم أنفسهم تلامزة المستشرقين من العرب والمسلمين الذين أتموا دراساتهم في أرقى الجامعات الغربية وتزودوا باللغات الأجنبية واتطلعوا بفضل ذلك على تفاصيل تلك الحملة المغلوطة التي أشاعها مستشرق القرن التاسع عشر وأصبحت بمثابة الحكم القطعي ولذلك في هذه الفترة يمكننا أن نقف على سلاسة مناهج كبرى في دراسة الفلسفة الإسلامية بدوائرها المختلفة خاصة علم أصول الفقه الذي عده الشيخ مصطفى عبد الرازق من ضمن المباحث الفلسفية كانت هذه الاتجاهات السلاسة بمثابة رد فعل على تلك الحملة وارتبطت بسلاسة من روادي الدرس الفلسفي الحديث محمد إقبال ومصطفى عبد الرازق وإبراهيم مدكور فمنذ أن أعلن الشيخ مصطفى عبد الرازق في كتابه التمهيد دعوته إلى دراسة الفلسفة الإسلامية في مظانها الحقيقية وتلامزته الأوائل وهم أكثر من خمسة وعشرين أستاذ نفروا إلى أعنف موضوعاتها يدرسونها في تؤدة وإتقان ثم يقدمونها للحياة الإسلامية المعاصرة في صورة فاتنة فظهرت تلك الأبحاث الغنية العارمة من رجال تلك المدرسة وانتهت بذلك تلك الفكرة الخاطئة التي كانت تقرر عدم أصالة الفكر الفلسفي في الإسلام إلى الاندسار بحيث لم يعد لها مجال يسكر في دراسة الفلسفة الإسلامية دكتور بقي من الوقت خمس دقائق خمس دقائق فقط أنا ما زلت في البدايات على كل حال كريما لقد بزل مفكر الإسلام جهداً جهيداً في تأسيس الإيمان عقلياً فعناصر العقيدة تصدر عن متطلبات الدين والعلم والعقل يعي بدوره توافق الوحي عن طريق التأويل وهذا الوعي الذي تم تأسيسه على تلك الصورة أصبح بمثابة قاعدة يقوم عليها علم أصول الفقر فالوحي يعمل في المجال الكوني طوعاً وتقديراً وهدايةً ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين ويعمل في المجال الإنساني مكابدةً ومجاهدةً وكتحاً يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كتحاً فملاقين ولذلك كان التكوين الكلامي والفلسفي جزءاً أصيلاً لا يتجزأ من عدة الفقيه والأصول والعالم اللغوي فعلى سبيل المثال لولا إتقان عبدالقاهر الجرجاني علم الكلام وإلمامه بالفلسفة لما استطاع أن ينتج لنا أهم وأعمق كتابين في البلاغة ألا وهما دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة كما لا يمكن لأي دارس لهذين الكتابين أن يفهمهما إلا إذا كان لديه على الأقل إلمام بقدر كاف من علم الكلام والفلسفة والكلام نفسه أيضاً يقال على كتاب الشعر وكتاب النسر لسابقه أب الفرق كدامة بن جعفر ولذلك اشترت الإمام الشاطبي في المجتهد أن يكون في اللغة كسيبوي والخليل بن أحمد الفراهيدي ومما يروى أن الشيخ محمود شاكر سئل ذات مرة عن أفضل كتاب لتفسير القرآن فقال لسان العرب لابن منظور فلما استقصر السائل سعة الكتاب وطوله قال إن لم تصبر على تقصي العلم فابحث لك عن مهنة أخرى كما هضم المفكرون الكبار أصول العلوم والتيارات الدينية والكلامية المختلفة فابن رشد الفيلسوف الفقي والفقيه الفيلسوف في بداية المجتهد ونهاية المقتصد الذي صنف القسم الأكبر منه سنة خمسمية أربعة وستين قبل عام واحد من توليه قضاء إشبيلية التي كتب بها خلال إقامته ثلاثة كتب فلسفية دينية فصل المقال والكشف عن مناهج الأدلة وتهافت التهافت ليبحثوا في بداية المجتهد جميع المذاهب بما فيها المذاهب غير السنية ويجتهد في إطار أو في إظهار عمليات الاستدلال لحل الإشكالات المطروحة وفضلاً عن التزام المذهبي بحكم أنه كان ملكياً بتفضيل عمل أهل المدينة يستعرض السنة بروح شافعي ويقترب من ابن حزم الظاهري في حسه المعنى للدقيق للغة والمنطق ولذلك فإن ما يعجز عن إدراكه القائلون بالقطيعة مع التراث وبحجة اللامعقول والعقل المستقيل إلى آخر هذه الأمور أن المذاهب الفقهية كانت وسيلة للتفقق ولم تكن غاية في حد ذاتها فهي أشبه بالمدارس التاريخية المنظمة لتحصيل غاية الفقه في الدين ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين بمعنى أنها كانت وسيلة لتصور مسائل الفقه وعمتها لذلك مشتركة مكررة في المذاهب كلها لا فرق بين بذهب وآخر ثم معرفة أحكام بناء المذهب وأدلة تلك الأحكام ووجه دلالة الدليل على ذلك الحكم وترك الجمع بين المذاهب المختلفة حين التعارض إلى آخر عفواً دكتور عفواً بقي دقيقة حاضر تتجه إلى الختام يكون أفضل شكراً في ختام الورقة وجواباً على السؤال الذي طرحه الأخ محمد الشحي حين تحدثنا عن الورقة ما يمكن للفلسفة الإسلامية أن تسهم به في المتن الفلسفي العالمي تحدثت عن اختلالات خمسة في الدرس الفلسفية المعاصر لا بد من حل هذه الاختلالات قبل أن نتحدث عن إمكانية أن نسهم في المتن الفلسفي العالمي اختلال أول لجهة حدود الفصل والوصل في علائق الفيلسوفي أو المشتغل بالفلسفة بالسلطة سلباً أم إيجاباً واختلال ثان لجهة علائق الفيلسوفي والمثقف عامة بالنص المقدس تفسيراً وتأويلاً إذ نشهد موجات متتابعة من المد والجزر لمن أطلق عليهم المرحوم محمد الطالبي مسمى الإنسلاخ السلامية أي الإنسلاخ من الإسلام واختلال ثالث لجهة ضعف التكوين الفلسفي في الجامعات العربية عامة خاصة في الدرس الكلامي نهيك من الجهل بالتراث الإسلامي في مستوى دوائره الثلاث علوم الآلة وعلوم الغاية وعلوم الحكمة واختلال رابع لجهة تضخم الأنا وغياب النزعة النقدية في المناهج التعليمية فضلاً عن الإغراق في النزعة الماضوية وقد سبق للحكيم الترمزي أن انتقد طالبة العلم في عصره قائلاً وحاصل أحدهم لا يزيد عن ألف مسألة في أصول الدين حتى إذا تأكدت رياسة الواحد منهم وجدته في آخر الأمر جباراً عتياً واختلال خامس وأخير وهذه الملامح الأساسية لجهة آلية الالتحاق الميكانيكية المعتمدة في جل الجامعات العربية بقسم الفلسفة وفقاً لمجموع الطالب في مرحلة البكالوريا ونتيجة لتلك الإختلالات الخمسة وغيرها بالطبع بقي الدرس الفلسفي العربي يراوح مكانه كأنه يدور في حلقة مغلقة فإذا بالمواضيع القديمة الجديدة تتكرر وإذا بالإبداع ينضب وإذا بالفوات التاريخية يتعمق وكما يقول ابن خلدون ومتى توقفت العبقرية وتعطلت طموح وتقلصت التطلعات توارى النور وأفل الأمل وحكم الأموات الأحياء لقد خرج من عبائة مدرسة الإمام محمد عبد رواد الإصلاح والتجديد طيلة عصر النهضة لكن لو كدر لهما محمد عبد ومصطفى عبد الرازق أن يقف اليوم على التوظيف المؤدلج لأفكارهما في غير موادهما ومقتضاها من طرف بعض الطيرات التي تعاد التراس لأنشد مع الأعمى التطيذي قوله أما الزمان فلا أشك ولا أذر لا يصنع الضهر ما لا يصنع القدر لو أن حظي من دنيا يأمنحه جاءت إلي الليالي وهي تعتذر إن البزاة إذا ما نكست هزأت منها العصافير والصداحة الكمر وشكرا لأستاذ الله شكرا لكتور شكرا لأستاذ الدكتور محمد حلمي عبد الوهاب على هذه الورقة وبالطبع ستيقيدونها بالتفصيل وبالهوامش في الكتيب الذي سيصدر عن بيت الزبير الآن ننتقل إلى الدكتورة ثرية وطبعا في هذا المقال أيضا الدكتورة لها مؤلفات أو مؤلفين كتاب رؤى جمالية مقاربات نقدية في الاستيطيقية صادر عن مجمع الأطرش للكتاب المختص كتاب فاسيلي كندسكي الأشكال الألوان وجماليات التجريد مجمع الأطرش كذلك للكتاب المختص وكتاب أيضا مدرسة فرانكفورت فقط تفضل الدكتور تفضل الدكتور تفضل الدكتور شكرا سيد رئيس رئيس اللجنة شكرا لبيت الزبير على تنظيم هذه التظاهرة والاهتمام والانهمام بالشأن الفلسفي وهو أمر جد مطلوب في هذا الزمان وفي هذا المكان بالذات مداخلتي ستكون في علاقة التصوف بفلسفة الجمال وفي الحقيقة الباحث في علاقة التصوف أو التجاسر ما بين الفلسفة والتصوف هو أمر صعب ولم أجد من مدخل له إلا من خلال اختصاصي في فلسفة الجمال ستحدث اليوم عن جمالية التصوف ضربا من التفلسف فتمر اليوم على الإنسانية فترات تكون أحوج ما يكون أن تلجأ إلى عوالم الروح الصافية المفعمة بالنقاء والجمال ولسيما في زمن على فيه صوت المادة بكل تشكلاتها وتمظهراتها إنه عالم تتمزج فيه علوم بينية جمعة فضائل التصوف وكمالاته إلى تعالي علم الجمال حيث الغذاء المعنوي الذي ينمي اللطاء في الإنسانية الكامنة بالذات البشرية وقد عبر الخطاب القرآني عن ذلك بقوله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا صدق الله العظيم فأن يكون المرء متصوفا متصوفا فمعناه أن يكون إنسانا يسعى في حياته بين الذكر والفكر يمتلئ قلبه بالحب والرحمة واللطف في بعد تفكري وشهدي وهو إنسان يرى الجمال في أدق تفاصيل حياته والمتصوف كالفيلسوف يخوذ غمار تجربته الروحية بحثا عن الله في الأفاق وفي نفسه وفي آياته الكونية ذات الآفاق الوجودية فهو يتأمل بروحه كما يتأمل الفيلسوف بعقله القرآن المستور والآيات الكامنة في العالم المنظور وإذا كان المتصوف يسبر أغوار النفس وبواطن الأمور فإن الفيلسوف يتأمل الوجود للظفر بما خلف الظواهر من الدلالات والأبعاد إن فرزية هذا المقال اليوم تقوم على إبراز العلاقة العضوية ما بين عوالم التصوف العذبة والجمالية الضاربة بقوة في الفعل الفلسفي فما هي معالم المعرفة الضوقية لدى أهل التصوف الحقيقة لكي نتحدث في التصوف ضوقيا وهم أهل الضوق لا أبلغ ليس أبلغ من الشعر في تقديمهم فلم تقوى العبارة عن توضيح مدى الشوق والضوق عند الشوفية أكثر من عبارة الشعر الحاوية لذواب النفس المحبة في النفس المحبوبة ولا أدل على ذلك من قول أحد المتصوفة بي منك شوق لو أن الصخر يحمله تفتر الصخر عن مستوقد النار قد دب حبك في الأعضاء من جسدي دبيب لفظي من روحي وإذماري ولا تنفست إلا كنت معي وكل جارحة من خاطر جاري ومن خلال هذا ذلك بدأت تصوف علم سلوك فلهو كتب تقرأ ولا خطبة ولا محاضرات تتلى وإنما هو تجربة تعاش وضوق وسلوك فهو التحقق بالدين وتذوق معانيه الباطنة وأسراره الرفيعة العالية فليس التصوف مجرد مذاهب ولا فرق بل هو مذهب واحد داخل إطار الجامع هو إطار الدين الحق حيث يتحقق الجمال في معنى الجلال فالتصوف ضوق للدين وعلم الضوق زائد على علم الفكر عند المتصوفة ويعطي ما لا يعطيه علم العقل ومثال ذلك العسل فماذا لو قرأت مجلدين في وصف العسل وبيان أنواعه هل تراك عرفته كمن ذيقه وهل أنت الضوق تتذكر شيئاً ما قرأت أم أنك تجد الكلام الشوش طعم العسل في فهمك وتمنيت أنك لم تقرأ وهل مقاراته قد ضاع عندما تذوقت العسل أو أن وظيفته كانت تشويش على التذوق والبحث عنه فأداها فلما ضقت وجدت البون شاسعاً فالضوق حسيلة وجدانية ومعرفية يبشر بها المتصوف العالم انتلاقاً من علاقته بنفسه حيث التصرف السوي والكلام اللطيف والأخلاق الرفيعة والنظر الثاقب والحكمة البالغة لذا أقام المتصوف وعلاقته بغيره أحساناً ومعروفاً ولطفاً وأخوة ومحبة وقبل ذلك كله علاقته بربه وهي علاقة تقطر بالذوبان والاتحاد والحلول والذي ليشك فيه هو أن الضوق لا يتحقق على الوجه الأكمل إلا بعد رياضة روحية تشتاز كل المقامات وما يصحبها من أحوال وهو ما يعبر عنه بالتجربة الصوفية الجمالية فإذا ما كان الجمال هو عالم الأحاسيس والمشاعر فإن التصوف في جوهره إحساس ومشاعر وكلاهما ينشد الرقية والتسامي وكل حضارة خالدة إنما تنبني على ما ينسجم مع الفترة السليمة ومن ذلك فن الموسيقى المهذب للنفس والترب المصاحب للغناء يجعل الذات المتصوفة ممتلئة كأحسن ما يكون برحانية فياضة تساعد على الإقبال على الطعاة السامية سمو والوجد والإيمان فالإنسان يميل بطبعه إلى السماع والتلذز بالصوت الجميل سواء صدر هذا الصوت منطائر أو آلة أو بشر والمسألة لدى الصوفية تتجاوز مجرد الإنصاط لتحمل معاني جديدة للأنس والإنتجاء فبالسماع يسعى المتصوف إلى التحرر والإنعتاق من أسر العالم الأرضي عالم النفس والفناء ليحيى في علاقة اتصال مع العالم العلوي عالم الصفاء والبقاء والسماع عند المتصوفة منضبط بحدود النص الديني ومحدد بمقاص نذكر منها توجيه الشيخ الولي فهو يختار للمريد نوع السماع ويقول جنيد السماع يحتاج إلى ثلاثة أشياء الزمان والمكان والإخوان وللسماع ظروب مثل التلذز بالقرآن والذكر والشعر الزهدي المغلف بالغزل وللصفية في موضوع السماع أخبار تبين عن عميق مواجدهم وقد تضمن كتاب الأحيال للغزال كثير من هذه الأخبار وجدير بالذكر في هذا المجال هو أن السماع عند المتصوفة يطرح إشكارية التقبل لنص القرآني ويتضمنه من جمال السياغة وبديع السناعة فهو بالإضافة إلى قدسته جمع بين عمق المعنى وجمال المغنى فهم يقولون بتجاوز الحرف واللفظ ومنطق المواضعة أو ما اتفق عليه الناس ويتشبثون بالطابع الفردي في التفاعل مع المسموع ويتخذون الضوق إماما مرشدا إلى عميق المعاني وباطنها فبالذوق تكون الحقيقة في عرفهم وهو ما يقود إلى تبني فهم آخر ورؤى أخرى مغايرة يؤمنون إيمانا راسخا باختصاصهم بها واحتكارها لها من باب المنة الإلهية بذلك السماع يحتل عند المتصوف مرتبة مرموقة لارتباطه بالعبادة أتجاوز قليلا لكي لا أتل عليكم وعلى هذا النمط الضوقي كانت أغلب ظروب الفنون أدوات يتوسل بها المتصوف توسيع مجالات الأداب والكمالات الصوفية فشرط إقامة الإيذان مثلا هو الصوت الشجيء نحن نختاره من إما أحسن الأصوات فشرط إقامة الإيذان هو الصوت الشجيء الحسن تأكيدا لما في الصوت الجميل من تأثين كبير في النفس وعليه يبدو الجمال الفني عامل توحيد بين الناس من جهة وبين فروع المعارف من جهة أخرى فالفن خزان من الأرصدة الروحية والطقات الجمالية وهذا الفن يضمن البقاء ويتحدث الزمان والمكان لقد ذهب المتصوف في ظروب الجمال بعيدا حتى أن الواحدة منهم إذا سمع أوراء من الجمال نصيبا سقط مغشيا عليه على ما ذكر أبو حيان التوحيد في كتابه الإشارات الإلهية فأي علاقة تربط بين التصوف وفلسفة الجمال وما مستويتها إن التناول العلاقة بين الخطاب الصوفي والمجال الفلسفي الاستيتيقي هو بحث يجمع بين الأبعاد الرمزية العرفانية والمجالات التأويلية العقلية إذ يحاول الصوفي أو العرفاني أن يقدم من خلال تجاربه الضوقية في المستوين النظري والعمل الجملة من الرؤية الإنسانية المجتمعة انتلاقا من أحواله الذاتية المتحركة بين المقامات الروحية فهو بذلك في رحلة وجودية قد تنتهي بالفناء والحلول أو بالاتحاد باعتبارها الحقيقة المطلقة للوجود إن جهود المتصوف قد انصبت على الاهتمام بالوجود والموجود في آن واحد فعالج قضايا لهوتية دينية أراد من خلالها مقاربة قضايا فلسفية تخص منزلة الإنسان في علاقته وخالقه كما علاقته بذاته وبغيره فالتجارب الصوفية لها أبعاد وجودية فكرية واجتماعية وثقافية ما يجعل التصوف وجه النوجوه فعل تعقل وتفلسف ولا أدل على ذلك من ظهور العديد من المتصوفة المتفلسفين كابن عربي والنفر وابن السبعين وغيرهم والفلاسفة المتصوفة كابن السيناء والفرابي والغزالي إيرا غيرهم من الفلاسفة المتصوفة وعلى هذا الأساس يمكن القول بين القراءة الموضوعية للتصوف يمكن أن تأخذ منهجا فلسفيا فبالرغم من الاختلاف الظاهر الذي تكرس في الثقافة العربية الإسلامية ما بين التصوف والتفلسف باعتبار المتصوفة يعتمدون المعرفة الضوقية والمتفلسفة ينتهجون التعقل وتفكر إلا أن الدرس المتعمق ينتبه إلى التقاطع بين المعطيات الممارسة والغايات المستهدفة فيستبينا التماثل في القضايا والموضوعات فقد يصل الأمر بهم في بعض المسائل إلى حد التفاعل والسير على إيقاع الفعل ورد الفعل بالرغم من اختلافهما في بعض المسائل الاعتقادية الغيبية ولما كان المتصوف يرغبون في معرفة الأشياء من حيث كيفيات وجودها فإنهم أضحوا بذلك متبوئين لمصاف فلسفة الإسلام إن الفلسفة مثلا حسب الشرازي هي استكمال النفس الإنسانية بمعرفة حقائق الموجودات على ما هي عليه عبر اعتماد البرهيم انستجاما مع القوانين الكونية واستجابة للتعاليم الإلهية من أجل تحسيل السعادة العظمى وقد كثف ابن سينة بكتاباته الحكمية وتجربه العرفانية لحظة التقاطع بين الفلسفة والتصوف عبر استخدام صناعة النظر المفيد للإنسان لإدراك معاني الوجود معرفة واكتسابا للشرف النفسي واستكمالا لفضل رائلها حيث يصير عالما معقولا يظهي العالم الموجود استعدادا للسعادة القصوى تلك هي مقاصد الفلسفة والتصوف المعرفية وما الخلاف بين دواء النظر الفلسفي ونظر السوفي إلا في المنهج وترائق الأداء وكل المجالين التفيقان في تصفية النفس وتجردها من كل ما يعوق معانقة المطلق المعرفي وقد تمهت الفلسفة الإشراقية مع التصوف فهما يلتقيان في مستوى التعلق بالمطالب العالية من ارتاض نفسه فهو متصوف ومن طالب الحكمة فهو حكيم ولقد أثار ابن عربي قضية العالقة ما بين الفلسفة والعرفان في لقائه الشهير مع فيلسوف قرطبة أبي الوليد ابن رشد فراوي تفاصيل اللقاء بينهما وحوارهما حول إمكانات التوافق ما بين نظر العقلي والكشف السوفي أي بين منهجين مختلفين في تحسيل المعارف هنا يعني ابن عربي سيلخص المسألة أو الإشكال الكامل في علاقة المتصوف أو التصوف بالفلسفة في لقائه المتخيل أو الحقيقي ما بينه وبين ابن رشد فما بين نظر العقلي والكشف السوفي أي بين منهجين مختلفين في تحسيل المعارف منهج الفيلسوف ابن رشد الذي كان ينتهج العقل سبينا للحقيقة ومنهج السوفي السالك الذي كان يعتمد الكشف طريقا لإدراك المعارف والعلوم وكان اللقاء استجابة لطلب قاضي قرطبة إذ قال ولقد دخلت يوما قرطبة على قضيها ابن الوليد ابن رشد وكان يرغب في لقائي لما سمع وبلغه ما فتح الله علي في خلوتي فكان يظهر التعجب وكان يظهر التعجب مما سمع والمقصود بالفتح هنا العلوم الوهبية الكشفية التي فتح الله بها على شيخ ابن عربي دون تعلم أو درس أو بحث أو مطالعة أو قراءة فكان السؤال بين ابن رشد وابن عربي مرموزا يعني من غير كلام حول مدى التطابق أو التقاطع والمقاطعة بين العلوم الكشفية القلبية والعلوم العقلية الفلسفية وبعد جدال بينهما كانت الإجابة بي نعم لا وهي إجابة جمعت بين الضدين دون اكتراث بالمنهج العقل فلم يلتزم ابن عربي في إجاباته بقوين المنهج العلمي البرهاني بل أراد الجمع بين الضدين تقريبا للفريقين الطريق الكشفي ومقدمه من الفيض والطريق العقلي ومحصله بنظر لقد اختار ابن عربي طريقا ثالثا مختلفا عن الإجابات النمطية إجابة تحكس وجهة نظر صاحبها المختلفة عن موقف من يعتقد أن طريق العقل وحقائقه غير طريق الكشف ونتائجه كما تختلف أيضا عن من يرى تطابقا بين المصارين منهجا ونتائجا كادت إجابة ابن عربي نعم لا وهذا يعني أن صاحب الكشف جمع في إجابته بين الإثبات والنفي دفعة واحدة فقوذ بذلك أحد أسس العقل المجرد وهو مبدأ عدم التناقض وهذا يعني أن ابن عربي لا يقول بالتقابل الإقصائي بين الطريقين وما يترتب عليهم من حقائق بل يعترف بقدرة كل من العقل والقلب على توصل إلى نصيب من الحقيقة وأن الاستغناء عن أحدهما محال إذ لا غنى لصاحب العقل عن الكشف كما لا غنى لصاحب الكشف عن العقل فالتكامل بينهما مطلوب حتى يتم تجاوز التقابل الإقصاقي الهدام إلى تقابل جدل خلاق وبناء ولعلنا في مقامنا هذا من البحث في علاقة التصوف بفلسفة الجمال أو بالاستيقى ليس لنا من خيار إلا أن نسلك مسلك ابن عربي في نعم لا فالأحكام القطعية القائمة على القطعة لا تتناسب ومقاربتنا ما بين التصوف والاستيقى إذ حاز الجمال في التراث الصوفي على اهتمام من فاقة كل الاتجاهات الفكرية والفلسفية ذلك أن الصوفي استلهم من القرآن رؤية جمالية ترجمها في خطاب ضوقي وتجربة ذاتية وهكذا توسعت دوائر الجمال في التراث الصوفي ما أغنى الثقافة العربية الإسلامية فإدراك سل الجمال الكوني أضحى لدى المتصوفة مرتبطا بتجليات الجمال الإلهي في الكون وهذا التجلي يعتبر من أهم مراتب الجمالي في الوجود إذ نزلت من الجلال إلى الموجود لذا كانت لكل مرتبة من مراتب الوجود جزءا من الجمال جزءا من الجمال النابع من الجلال فالله قد خلق الكون على صورته والله جميل يحب الجمال وهكذا أضحى الأحساس بالجمال يرتبط ارتباطا وثيقا بالمدارج المعرفية وليس مجرد استجابة عفوية لنزوات بشرية عابرة بل هو مفتلك لتوسيع دوائر المعرفة والمعنى في الحياة الإنسانية بهذا يتعلق مفهول الجمال في الرؤية الصوفية بحميمية الوجود الذي تتحقق فيه علاقة الإنسان بربه وبذاته وبغيره بوصفه مرآة عكسة لمعنى الجمال الإلهي لذا أبدع المتصوف في مجالات عدة مجالات استيتيقية وأهم مجالات الإبداع الصوفي كانت مغامرة وجدانية تبحث في بواطن الأشياء فأبعاده كونية تسافر بالكينونة نحو المطلق القيامي الضارب في الطبيعة والفترة التي خلق الإنسان عليها كالحرية والإنسانية والعدل والمحبة والمساوات فالخطاب الصوفي يتمتع بعمق وجداني روحي مفتوح على عديد معاني كونية وهي معاني قائمة على رمز العبارة ولطف الإشارة كفن من فنون المناجات الذات العالية بذائقة فنية استذخر المدونة الصوفية بتراث جمالي فني كان نتاج تجربة ذاتية قوامها لاجتهاد في الطاعات والترقي في المقامات حتى يصبح قلب الصوفي مقامة رحمة ربانية ومحبة إلهية تجاليا لهذه المعاني الذوقية فهي تتعلق بعوالم النفس وتنغلق على مفاتيح إدراكها الباطنية وهي في هذا اختراق للعالم الباطن وتصعيد له في معاني جمالية وفنية وفي كل ذلك غناء روحي وفكري يكشف عن رؤى العالم ولخص أكثر دكتورة باقي خمس دقائق من الوقت نصف ساعة استغراءة وهذه المعاني الاستيقية أو الإبداعات الجمالية تتمظهر خاصة في الخط الخط مثلا أو في الرقص الصوفي أو في الشعر الصوفي سأحاول قول كلمة فيها مختصرة وللخط حضور متميز لدى المتصويفة ولسيما إذا استدار فالدائرة عند الحلاج على سبيل المثال سبر في سير في طريق مزدود والنقطة وسط الدائرة هي الحقيقة والحقيقة هي نقطة التجلي والالتقاء بين الظاهر والباطن بين العرض والجوهر حيث يتحقق الفهم ويغيب الوهم وقد تجلى الإبداع الصوفي في الشعر والنسر كما قامت خطاب تميز الداخل الثقافة العربية الإسلامية بإشعاع واسع فعدد كبير من الصوفية لم يكنوا مجرد السيكن زهاد بل الشعراء يتغنون بالمحبة الإلهية منهم العارفة بالله ربع العدوية والحلاج وابن الفارض كما كان الفيلسوف الأكبر الشيخ ابن عربي من أعظم شعراء التصوف في دوانه ترجمان الأشواق وقد وجد الصوفية في الشعر مجال فنياً وإقاعاً مسجماً مع عوالم النفس والوجدان فاتخذوه سبيلاً لكشف مواجدهم والتعبير عن أحاسيسهم إذ أن القول الشعري كما القول الصوفي متشابهان من حيث المنبع الفوقي ومن حيث الهام ومن حيث الهدف المتمثل في السموية بالنفس والتحليق في عوالم الخيال والكشف فالشعر الصوفي يتميز بالنغمية الموسيقية والسهولة اللفظية لإبراز معاني الأشق والمحبة والفناء وما يصحبها من شك والغربة والضعف والعناء وقد وقف المتصوف على الأطلال فبكاء وشكاء وتغنى بخمرته التي خلقت قبل أن يخلق الكرم فكان عالمه عالم فن ووجداد ممزقا ما بين الضعف والقوة وبين الوجود والفناء وبين السكر والصح ويمثل الرمز كذلك إبداعا صوفيا بامتياز إذا اعتبرت الرمزية من أهم آليات الخطاب الصوفي الذي يتطلب تأويلا خاصا سأحاول أن أختم على هذا الوجه بين النص الصوفي نصا منغلقا في معانيه وكل قراءة له تتطلب تفسيرا والتفسير يعتمد ضرورة التأويل لغم نتيك فالتأويل هو سبيل المرور من ظاهر القول إلى بطنه كما يكشف معانيه الأصل وبهذا أصبح التأويل عند الصوفية بمثابة أداة لتحرير المعنى من قيود السياقات المألوفة وتخليصها للكلمات من طاقات التسمية والتعيين داخلها بالتالي في أن التأويل عند الصوفي يعتبر ضرورة لا بحكم يتصربوا إلى الذات من بقايا معان لا معادلها في حقيقة الوجود سأختم إن ولع الصوفية بالجمال عبارة عن سفر في النفس البشرية يستهدف تطهيرها وتهيئتها لتكون أرضية للتفاعل الإيجابي الصافي مع العالم الخارجي وعليه بذل جهودا في الدفاع عنه وإيجاد مسوّغات شرعية له تحول الدنيا الحرماني منه وعدم الانتفاع به وقد سعوا إلى الكتابة فيه تعريفا وتوصيفا وتصنيفا من أجل ترغيب الناس فيه وتوضيح أبعاده الفلسفية وهو أيضا سفر في المسموع والمكتوب والمرء خطا ولونا وشركلا وحركة بغية الاستمتاع وتنمية الضوء وتأسيس المعرفة التي تروم المسج بين الرمز والدلالة بين العلامة والمعنى بين الجلال والجمال أو كل الجمعة بين التصوف وفلسفة الجمال وهم يحرسون على اللذة المسموعة والمشاهدة والمذكورة ولا يفاضلون بين كل المسموعات سواء كانت قرآنا أو شعرا أو أصوات طبيعية أخرى وهم بذلك ينفتحون على كل الأذواق رغم اختلاف الأجناس واللغات والأديان فحققوا بذلك عالمية واسعة وعلى هذا النحو شكل التصوف مزيجا ما بين الجمال وفلسفة الجمال وشكرا نشكر الأستاذ الدكتورة ثرية بن سمية على هذه الورقة التصوف وعلاقته بفلسفة الجمال جمالية التصوف ضربا من التفلسف والآن نترك المقال لكم لمناقشة ما طرحه الدكتور محمد والدكتورة ثرية شكرا لكم الدكتور محمد شكرا على الورقة القيمة في عندي سؤال ما يتعلق بفلسفة مصطفى عبد الرازق ألا ترى باعتبار أن فلسفته نوعا ما إسلامية لاهودية لم يكتب لها ذلك الحضور القوي مقارنة مثلا بفلسفة زكي محمود مع أن كلاهما أو كلاهما درسا في السوربون لكن فلسفة أو ما قدمه زكي محمود كان أكثر انتشارا ورواجا وحضورا فيما بعد كذلك ماذا كانت رؤية مصطفى عبد الرازق لكتاب أخي علي عبد الرازق لهو الإسلام وأصول الحكم هل كانت ردته إيجابية أمال إلى السكوت رغم الضجة العنيفة على علي عبد الرازق كذلك أيضا آخر سؤال في هذا الجانب كيف كان تقاربه مع المفكرين الكبيرين محمد عبد الله دراز والذي كانت له رؤيته أيضا الفلسفية الإسلامية ومعاصرة له وأيضا لمن عاصره وهو مصطفى عبد الرازق آخر سؤال عندي للأستاذة ثورية الأستاذة أو الدكتورة ثورية عذرا تحدثتي عن فلسفة الجمال عند المتصوفة ألا ترون أن فلسفة الجمال في الحقيقة عند المتصوفة أصبح ذاته أيضا تقسي يعني جانب فردي تقسي أكثر من جانب واقعي في القانب الجمعي تحول المتصوفة إلى قانب الطرق يعني قبل مارس العنف حتى مع أتباعهم وعندكم مثلا في تونس مارس العنف ضد الشاذلي بشكل كبير جدا وفي السودان قريبا مارس المتصوفة العنف أيضا ضد كذلك محمود طه هذا سؤالي شكرا لكم سؤال آخر هنا الدكتور في المقدمة سلام على الجميع أشكر الأساتد الأفاضل على ما تفضل به في مدخلاتهم من أفكار قيمة وأعتدر التحق متأخرا بمحاضرة دكتور محمد حلمي لذلك سؤالي موجه إلى الدكتورة دورية وهو استكمال في الحقيقة لسؤال السؤال الذي توجهت به في الصباح أيضا دكتورة شفيقة يتعلق دائما بالبارادايم لأنني أشتغل مؤخرين أنا وفق هذه المقاربة أو هذه الأطروحة مقاربة المواضيع من منظور بارادايمي أو نمالجي من هنا أتوجه إليك بهذا السؤال في بحثك للعلاقة بين التصوف وفلسفة الجمال أي فلسفة جمال تقصيدين هنا؟ هل هي فلسفة الجمال الغربية أو الاستيطاقية؟ وإذا كان المقصود بها فلسفة الجمال الغربية هل هذه الفلسفة بمعاييرها المعروفة التي تنتلق من العقلانية الغربية المجردة يمكن تطبيقها على التجربة الصوفية وعلى الجمالية الصوفية التي هي بالأساس جمالية روحية لها نموذجها الخاص ولها لغاتها الخاصة وهي تجربة خاصة أتمنى أن تكوني فهمتي سؤالي طيب السؤال الثاني تحددت عن الجمالية في التصوف وأسأل هنا أيضا هل يمكن أن نتحدث أيضا عن القبح في التصوف؟ ألا ترين معي بأن بعض الممارسات التي تصدر عن بعض الطرق الصوفية وبعض الدروشات تنطوي على قبح لا على جمالية وهو ما جعل الكثيرون يعني مثل هذه الممارسات أساءت إلى التجربة الصوفية وجعلت الكثيرين ينتقدون هذه التجربة ثم هل هذه الجمالية جمالية التصوف تشمل أيضا اللغة الصوفية أم هي خاصة بالتجربة الصوفية كتجربة روحية لأن هذه اللغة في كثير من الأحيان كما أشار الأساس في الصباح يعني تعتبر قيد ولا تعبر عن حقيقة التجربة الصوفية بل لذلك فإن هذه اللغة كما قلت أحيانا يعني ترسي بعض العبارات التي تحمل دلالات الاتحاد والحلول ووحدة الوجود باختصار دكتور العقل الوقت أكتفي بهذا شكرا شكرا سؤال أخير عن الأستاذ أزمين طيب أفضل في فلاسفة مسلمين وفي فلاسفة غير مسلمين في فلاسفة عرب وفي فلاسفة غير عرب وفي جزء كبير من الفلسفة في تراث الإسلامي طرحة باللغة العربية في بعض الطرح كانت بلغة أخرى وتداخلت فيها يمكن ثقافات أخرى أصلاً غير ثقافة إسلامية أصلاً فكنت أريد أعرف ما موقع مثل هذه الفلسفات وهذه الفلاسفة الذين أصلاً لم يتحدثوا يعني مؤلفاتهم لم تكن كلها عربية مثلاً وكذلك وجود فلاسفة غير مسلمين وإن كانت تتلمذ على يد فلاسفة مسلمين فيه مثلاً ابن ميمون أعتقد ممكن أنا ما أحفظ الأسامي كثيراً ولكن هناك فلاسفة غير مسلمين فما موقعهم من الفلسفة أو ما يسمى بأصالة التراث الإسلامي سؤال أخير بالنسبة للدكتورة ثورية أنا معاكي مع أن التصوف جميل وفي جماليات ولكن لم أستطع أن أجد العلاقة بينه وبين فلسفة الجمال بحيث أن فلسفة الجمال يقدم استفهامات عن مثلاً غائية الجمال ما هي الجمال ويقدم نظريات كيف نفهم الجمال ما الذي يجعله جميلاً جميلاً ولماذا هو جميلاً ويقدم النظريات وفقاً للمدرسة الفلسفية التي ينتمي إليها الفلسوف لكن التصوف لا يقدم لنا مثل هذه الاستفهامات ولا الإجابات فما أعرف يعني إيش العلاقة بينهم لكن أعرف إنه أكيد التصوف في جانب جمالي أكيد واضح أستاذة شكراً شكراً مداخل أخير عن الدكتورة شفيقة ويل في الأخير أحاول أن أربطه بفلسفة الجمال غائية الجمال لماذا؟ كيف يحصل أو تحصل هذه الرؤية؟ من أين تنتج؟ ثم استذكرت ما كان قاله القشيري عند الحديث عن السماع قال إنه يحصل لهم عند السماع عند سماع شعر جميل أو صوت جميل أو حتى يمكن موسيقى جميلة يحصل لهم ما يهيج وجدانهم مما وكيف يثير أحوالهم أعتقد استذكاراً لما سمعوه في الميثاق ويقصد بالميثاق طبعاً هو موقف بلا وإذا خذ ربك من بني آدم فالسماع الذي يحصل لهم أو استرجاعهم للجمالية المطلقة وهي مواجهة الجمال الإلهي ينتج عنه هذا ما قد نسميه فلسفة للجمال أو على الأقل رؤية للجمال عندهم النقطة الثانية لا فقط هذا في جملة واحدة أنت ذكرت علاقة الجمال بالحلول والاتحاد والحقيقة ليست كل التجارب الصوفية تقوم على هذه الأرضية ثم إن كثير من التجارب الصوفية على رأسها مثلاً ابن العربي والنفري وغيرهم تحتاط لنفسها باحتياطات توحيدية وتنزيهية حتى لا يقعوا في دنس التشبيهات في هذه الفلسفة التي قد نسميها جمالية شكراً لك سيدتي شكراً لك الآن نتقه إلى الإجابات أعتذر لأن الوقت لقناه بإختصار السؤال مباشر بس عساسة الجمهور يسمع أيضاً اليوم ! ً ً ً ً ً ً ً ً ً ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر واضح شكرا الآن نتجه إلى سماع الإجابات سنبدأ من عند الدكتور محمد حلمي عبدالوحى اتفضل الدكتور الصوت شغال طيب أنا سأحاول أن أكون مختصرا قدر الاستطاع ما يتعلق بالسؤال الخاص بمصطفى عبدالرازق وما إذا كانت فلسفته فلسفة إسلامية لاهوتية ومقارنته بذكي نجيب محمود صاحب الوضعية المنطقية هي مقارنة مع الفارق لأسباب كثيرة أولا ليس كونهما درس في الغرب يفضي إلى نتيجة موحدة تكوين مختلف تماما تكوين الشيخ مصطفى عبدالرازق تكوين ديني أزهري بالمعنى التقليدي طيلة عمره منذ أن التحق بالأزهر الشريف وكانت تربطه علاقة قوية جدا بالإمام محمد عبدو وهو أنهى اللصانس بعد وفاة الإمام محمد عبدو 1908 ثم ذهب إلى أوروبا من أجل دراسة أصول الفقه أو الفلسفة بشكل عام وانتهى بأطرحته حول الإمام الشافعي في جامعة ليون فنحن نتحدث عن تكوين ديني بينما زكي نجيب محمود منذ البداية تكوينه تكوين مختلفا هذا هو واحدة الأمر الثاني زكي نجيب محمود بدأ قطع مصارا طويلا في حياته للحديث حول الوضعية المنطقية لكنه في النهاية عاد مش عادي يعني لا أريد أن أكلتابي يعني رجع في آخر عمره وتحول إلى الحديث عن الشرق الفنان وتحول وأنا حتى عندي دراسة حول رؤية زكي نجيب محمود للولاية الصوفية وهو ذكر حتى في هذه الدراسة ذكر بعض الأشياء التي خاصة بنشأته الصوفية كون أن زكي نجيب محمود والتيارات التي ظهرت في هذه الفترة متأثرة من الغرب وجدت انتشارا هذه مرتبطة بالسياق التاريخي وإلا مصطفى عبد الرازق أكثر تأثيرا من زكي نجيب محمود بل ومن كل أصحاب ما يسمى بالمشاريع الفلسفية الحديثة لماذا؟ لأن تلاميذة مصطفى عبد الرازق فاق تقريبا 35 دارس أو تلميذ لمصطفى عبد الرازق منهم على سبيل المثال عبد الرحمن بدوي رغم أنه بعيد الصلة وهو أيضا من نفس المدرسة التي كانت معنية بالتراث الغربي وأيضا مصطفى عبد الرازق انتهى إلى ما انتهى إليه زكي نجيب محمود وغيره فيما يسمى بالتحول في النهاية الحنين إلى السماء أو الرجوع إلى الثقافة سواء كانت مشرقية أو كانت إسلامية فهذا هي طبيعة التكوين التي حكمت وأثرت على المشروعين ما يتعلق بكتاب علي عبد الرازق طبعا الهجمة كانت شديدة على الشيخ علي عبد الرازق وهو أخو الشيخ مصطفى عبد الرازق لكن الشيخ مصطفى عبد الرازق كان نبيلا لأنه أصلا من أسرة معروفة جدا لم يمنعه الموقف المتشدد من علي عبد الرازق من قبل الموجدين في العصر وبعضهم هاجمه هجوما شديدا من الأزاهرة وغير الأزاهرة لم يمنعه أن يستعين بهم عندما كان شيخا للأظهر في اللجان المعنية بالإصلاح والتجديد وغيره وغيره لكنه سكت تماما عن الدخول في معارك حول هذا الاتجاه مسألة علاقة الشيخ مصطفى عبد الرازق بالمفكرين الذين كانوا موجودين في عصره كانت علاقة منتزة جدا هو الغريب في الشيخ مصطفى عبد الرازق أن نبلة أخلاقه وأصالته كانت محطة إجماع من الجميع معروف أن عبد الرحمن بدوي عنده اعتزاز بنفسه شديد لما عمل موسوعة الفلسفة وترجم لنفسه لم يقرب الفضل إلا لمصطفى عبد الرازق من دون الموجدين في الساحة بل أهداه كتابه حول الإنسانية والوجودية في الفكر العربي وبالتالي كان بمثابة إجماع على شيخ مصطفى عبد الرازق في علاقته سواء كان مع الأزاهرة أو مع غيرهم من أصحاب الطائرات الأخرى نعم شكراً لتفاعلكم يعني باختصار إجابتي ستكون على بعض التساؤلات مثلاً علاقة الفلسفة ما هي علاقة فلسفة بالجمال هي جمال جمال غاربي دكتور شريف وجمال مطلق هذا ليس هناك يعني تفصيلات في الجمال ومعنى الجمال أنا مثلاً بدأت فلسفة الجمال وقراءة فلسفة الجمال الجمال بدروس هيجل في الاستيتيق هذه الدروس مثلاً هيجل حينما يتحدث عن الفن أو الشعر والفن الشعر وفايد المعنى في علاقة عبارة الفكرة في الشعر يتحدث عنها بشكل مجرد علاقة اللغة بالفكرة وعلاقة الرسم والألوان والأشكال ويفسرها جداً كذلك كندنسكي يعني الجمال المطلق في كل العالم يعني نفسه له نفس المعنى كما عنده الصوفي أو الأوروبي هو معنى ضوقي إنساني عام وهو له بعد تجريدي عند مثلاً هيجل عند كندنسكي عند أكثر الفنانين معاصرين وحتى في الفن الإسلامي هو تجريدي وحتى عند المتصوفة يعني الجمال له معنى مطلق تجريدي كما عند المتصوفة كما عند الغرب عند أكثر الباحثين والمفكرين ليس هناك اختلاف في معنى الجمال وحدثتني عن فلسفة القبح جمالي اليوم هناك من يتحدث عن جمالية القبح في الجمالية الحديثة يمكن أن القبح في حد ذاته إبداع وفي جانب جمالي وهناك بعض الرسوم التي تجد فيها ما يحرك الأفكار وفيهم القبح ما يحرك من الأفكار ما لا يحرك تنسك والجمالية الظاهرة العادية ولكن ما تراه أنت قبحا قد يراه غيرك جمالا الجمالية تشمل اللغة والدكتورة شفيقة وأثر التجربة أين اللغة تندثر في التصوف الفيلسوف عامة يشتغل على المفاهيم والمصطلحات يشتغل على مفاهيمه الخاصة ومصطلحاته الخاصة حتى تؤدي الفكرة والمعنى الذي يريد إبلاغه أو تبليغه لأن الفيلسوف مهمته أن يجدد المعنى ولا يتجدد المعنى إلا بتجديد المبنى وبالتالي بتجديد اللغة وفي بعض الأحيان نجد أن لكل فيلسوف إبداعه الخاص في بعض المعاني أو في لفظ جديد يحاول أن يبلغ به فكرة مجددة وجديدة فيختار لها معنى تقدر على حمل ذلك المبنى أو لغة تقدر على حمل ذلك المعنى كذلك المتصوف المتصوف اشتغل على لغته ورمزها بما أن مبحثه يتعامل مع عالم متافيزيقي ما ورائي لذلك لغز اللغة ورمزها فحتاجت إلى تأويل خاص وفهم خاص هي لغة القلب لغة الباطن إلى حد في بعض الأحيان تندثر اللغة لتبقى الإشارة لكن هناك بعض الأشعار هم نطقوا شعراً ونطقوا رقصاً ونطقوا موسيقى ونطقوا خطاً وزخرفاً وكل هذه المعاني الكونية الجمالية هي لغات لغات لا بمعنى اللفظ بل بمعنى المعنى إذا أردنا أن نتفلسفة قليلاً فنستطيع أن نذهب بعيداً في هذا المقال باختصار حاضر السماع وعلاقاته بفلسفة الجمال السماع على كل تصوف جمال أنا رأيته من هذا الملحب لأن اختصاصي فلسفة الجمال ما أدخلني إلى مبحث التصوف ولا ادعي أني باحث فيه أحاول هيجل هو من أرشدني إلى التصوف الحقيقة وهو أمر غريب القرآن القرآن نحن نبدع في قراءته تراتيل القرآن كنا نسمع عبد البسط عبد الصمت في مصر وكان يبدع في القراءات يتفنن وأكثر منهم كالثم في الأطلال وننتشي بالقرآن ننتشي أصلا بالقرآن كذلك الأذان يختاروا في قطرة عند موقيمة الألعاب اختاروا المؤذنين واختيار على حسب الأصوات أحسن الأصوات يعني ندق لصلاة للصلاة والعبادة كانت على حسب جمالية الصوت وانبهر الكثير من الزوار بجمالية الصوت أكثر من يعني ليس دائما المعنى بعيدة عن المغنى أو بعيدة عن اللفظ في بعض الأحيان اللفظ هو الذي يؤدي المعنى ليس هناك هذه الفرقة بينهما كما بين الجسد والروح كله واحد نحن اعتدنا يعني أن نفرق بين الأشياء كذلك مجالس الذكر والقراءات القرآنية وغيرها كلها سامعة وكلها لا علاقة بفلسفة الجمال علاقة الجمال بالحلول والاتحاد يعني هذه يعني في فئة معينة ليس الكل لما أشمل الكل لما أقول أن الكل ارتبطت بهذه الفكرة التصوف والفلسفة الفلسفة منهج عقلي وتصوف منهج ذوقي وهو منهج قلبي كشفي الولي ربما له قوانين وأوراد وكذا يعطيها إلى المريد لكي يتبعه والفلسوف عنده كذلك مريديه والذين ينادونه بمولاي وشيخنا ويتبعونه حتى يأخذون منه سر كما يأخذ المريد من الشيخي في التصوف يأخذ المتفلسف السر أو المعنى أو طريقة المنهج من شيخي أو من أستاذه أو من ولي الفلسوف ثم بعد ذلك ينطلق الإبداع وربما هذه المقاربة هي مقاربة يعني فيها ما يقال ولكن أحس بها كذلك يعني لأ بحكم تجربة في دراسة الفلسفة لم أجد تقاطع بل أجد مقاطعة ما بين الفلسفة والتصوف التأويل بمعنى الصحيح لا يؤدي إلى القتل التأويل يعني هو مسألة فكرية مسألة لغوية تستوعب الاختلاف وتستوعب كل قراءة لفكر فلسفي أو فكر متصوف محتاجة إلى تأويل صحيح ولكن القراءة الخاطئة السطحية هي التي من جعلت يقتلون كذا واصلبون كلا وكذا وليس التأويل هو الذي كان هناك سؤال أول وجه إلي وأخير عن العنف يمكن هناك العنف في كل المجالات حتى بين الفلسفة هناك عنف وليس بين المتصوف وهناك متصوف فيدعون التصوف ولا يعرفون باطنه بل ظاهره فقط وشكرا لكم وعلى تفعيلكم شكرا لا يوجد وقت لا يوجد وقت أشكر الأستاذ الدكتور محمد حلمي عبد الوهاب على إقاباته والورقة التي طرحها وكذلك الأستاذ الدكتورة ثريم مسمية على الورقة التي طرحتها والأقوبة التي طرحتها إن شاء الله هذه الأوراق سوف تطبع في كتاب بيت الزبير للملتقى الثاني للفلسفة نشكر لكم حسنا الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للاستاذ الدكتور محمد حلمي عبد الوهاب والأستاذ الدكتورة ثريم مسمية والباحث محمد المحروقي يسرني أن أدعو الدكتور محمد عبد الكريم الشحي لتكريم المشاركين في الجلسة والأستاذ الدكتورة ثريم مسمية الباحث محمد المحروقي يسرني الآن أن أدعو المشاركين في الجلسة الأخيرة من ملتقى بيت الزبير الفلسفي الثاني شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة